لنجمل الذي يحدث منذ ساعات العصر ولغاية الآن لكي يفهم المشاهد ما الذي يجريه هناك الإعلام الإسرائيلي بدأ عمليا يتحدث بأن هناك احتمال كبير جدا بأنه تم اغتيال يحي الصنوار قائد حركة حماس كان هناك قتال في منطقة تل السلطان في منطقة رفح التي هي منطقة عمليات من فضل منف عدة أشهر عمليا هي منطقة عمليات وكان فيها فرق عسكرية في أحد المنازل التي كان فيها اشتباك بين مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين ومجموعة من الجنود الإسرائيليين أطلقوا مجموعة من الصواريخ المحمولة على الكتف وما إلى ذلك وكان هناك إصابة بعد ذلك تم إرسال درون صغيرة وذلك لتصوير المكان للبحث عن بعض المتفجرات وتفخيخ إلى آخرين التقتوا صورة لشخص وظنوا بأن هذا الشخص يعرفونه أبلغ الضابط المسؤولين عنه وقال بأن إلا ربما هذا هو يحي الصنوار بعد ذلك لتأكد تم إرسال قوة راجلة إسرائيلية إلى ذلك المكان إلى ذلك المنزل الذي نرى بالصور وهو مدمر وجفت ذاك الرجل الذي يلبس الزي العسكري ويحمل كلتشنيكوف هذا أمر جدا مهم في سياق كل هذه القصة وبعد ذلك تم إخف بعض الأشياء الخاصة به جلد شعر ما إلى ذلك وإرسالها إلى المختبر وذلك لتأكد من الـ DNA إذا ما كان هذا يحي الصنوار أم لا لأنه بعد قال أنه ربما هذا شبيه وهو محمد أخوه أو لربما هذه الصورة خطأ إلى آخر بعد ذلك بدأت الأمور تدخل في علم اليقين عند المخابرات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يخبر الإعلام الإسرائيلي نعم بنسبة كبيرة جدا 99% مكتب نيتنياهو يصدر تعليمات أو يعني يرسل رسالة لأهالي المختطفين بأنه لم يكن هناك أي أذية لأي مختطف لماذا؟ يعني محمد في اللاوعي يحي الصنوار المفروض في النفق محاط بالعشرات من المختطفين كدروع بشرية هذا الذي تم رسمه في الإعلام الإسرائيلي وحتى نيتنياهو كان يتحدث وهاجاري حول أنه من الصعب اغتيال الصنوار دون أن يكون هناك قتل لعدد كبير من المختطفين ولذلك العملية كانت بالصدفة ومفاجئة للإسرائيليين بأنه رجل ستيني يحمل سلاحه في منطقة رفح ويقاتل بعيدا عن المختطفين وبعيدا عن الاتصالات اللاسلكية والسلكية والتفاوض وما إلى ذلك بعد ذلك تم إعاز أو يعني رسالة إلى الوزراء في الكابنت الإسرائيلي حسب الإعلام الإسرائيلي بأن نيتنياهو قال للوزراء بنسبة كبيرة نعم لقد نجحنا في اغتيال الصنوار ولكن منعوا جميعا من التعليق لسببين الأول لربما هناك خطأ وليس المسألة مئة بالمئة وبالتالي يكون هناك إحراج للشباك الإسرائيلي والسبب الثاني أن نيتنياهو الذي يريد أن يخرج بالخبر هو سيد الموقف وهو الذي يريد أن يبيع هذا الانتصار الأسطوري بقتل قائد حماس الذي خداعه في السابع من أكتوبر عندما قام بالجنة عملية طوفان الأقصى التي كانت من أهم الخدع التي وقع فيها الشباك الإسرائيلي استخبارات العسكرية وأيضا الجيش الإسرائيلي في فاكاليا وبالتالي الثأر هو ثأر شخصي أيضا له دليلاته وبالتالي نيتنياهو يريد أن يقول بأنه استطاع الوصول إلى هذا الرجل الذي في نفس الوقت وقائد حركة حماس وهذا أيضا سيكون له مآلاته من الذي الآن سوف يتولى مهمة التفاوض القناة الثالث عشر تقول اختيال السنوار سوف يؤدي إلى سرعة إنجاز الصفقة ولكن هذا لربما غير دقيق لأن الآن من الذي سوف يمسك بزمام الملف السياسي الذي يتعلق بعملية التفاوض بعد ذلك تم إرسال رسالة إلى كافة الصحفيين بأنه سوف يكون هناك مؤتمر صحفي لهجاري الناتخ باسم الجيش الإسرائيلي لغاية الآن نحن ننتظر وعموما للتدقيق هجاري كان يخرج خلال الأعياد ويتحدى في المؤتمرات الصحفية ولم يكن متدينا بأن يمنعه ولكن تأخير مؤتمر صحفي الخاص بهجاري أراه سببا سياسيا وليس تقنيا لأنه نيتنياهو يريد أن يمسك زمام اللعبة قبل أن يتم إعطاء الملف لهجاري للخروج بالحكي بشكل مهني تم القضاء على كذا وكذا هناك ثلاثة إشارات هامة أولا الرجل بيجز اسمح لي أحمد للإضاح حتى اللحظة بشكل رسمي لم تعلن إسرائيل عن الأمر لم تعلق عليه نعم 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 لغاية الآن في إسرائيل يقولون كالتالي تم اغتيال الصنوار ولكن نحن بحاجة إلى التأكيد من الجيش كيف علمنا ذلك لأن الجيش قال ذلك قال تمت عملية الاغتيال ولكن نحن بانتظار التأكيد حلاء رسميا هم لم يقولوا أنه اغتيال ولكن بشكل واضح هم ينتظرون نتائج المخبرية للحديث حول هذه المسألة ولكن أريد أن نشير إلى ثلاث إشارات لو سمحتني فضل الإشارة الأولى تتعلق بنهاية الرجل يبدو الصنوار هو الذي اختار هذه النهاية هو الذي اختار أن يخرج من النفق ويتخلى عن دور السياسي في إدارة التفاوض وأن يقاتل للرمق الأخير وهذا أيضا سوف يكون له دور معنوي في القتال في قطاع غزة الإشارة الثانية هو من الذين كانوا معه لم يكن معه جيش من الحراس الشخصيين كان معه شخصان زوروب وحمدان وهم من القيادات الميدانية التي كانت ترافقه بمعنى أنه لم تكن تلك القوة الشخصية التي كانت معه يمكن للتمويه ولكن أيضا أنه يمكنهم أيضا اختاروا هذه المسألة قضية الثالثة بأن السيناريو الذي يرسم حول جبن الصنوار تبين أنه غير صحيح الرجل لم يمت داخل الأنفاق والمقابرات الإسرائيلية في هذه المرة تصاب بأزمة أكبر يعني بدل أن تخرج المخابرات وتقول نحن الذي عفرنا عليه طائرات F-16 هي التي وصلت إلى مكان النفق ضربت النفق أو المكان أو البيت أو الاغتيال هذه لم تكن عملية اغتيال هذه ليست عملية اغتيال هذه عملية قتال مباشر بين مقاتل فلسطيني وجنود إسرائيلين وبالتالي عملية وهذا بالنسبة للإسرائيليين سيئ لأنهم يريدوا أن يشئ ترجمة نانسي قنقر